بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محمدي ونصلي ونصلي على صفة خلق النبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد طلب مني أحد الأحبة في الله تبارك وتعالى أن أشرح أو شرح مختصر لطريقة الحصون الخامسة في حظ القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى الحصون الخامسة أيها الأحبة باختصار هي عبارة عن أساسيات البناء والبناء وحراسة البناء نركز كده في الثلاث حاجات دولات كده الأول عندنا أساسيات البناء يعني البناء اللفظي لكلمات القرآن الكريم والبناء نفسه وحراسة البناء إذ إيه هي أساسيات البناء وإيه هو البناء وإزاي إن أنا يكون عندي حراسة لهذا البناء إن أنا أحافظ عليه إن شاء الله تبارك وتعالى ولا ينهار مني هذا البناء طيب أول حاجة كده أساسيات البناء عندنا الحصن الأول والحصن الثاني يدخل في أساسيات البناء الحصن الأول هو الكراءة المستمرة والاستماع المنهجي الكراءة المستمرة يعني الطالب الذي يحفظ القرآن الكريم أو الطالبة عندنا كراءة من المصحف بواقع جزئين يوميا مجتمعين أو متفركين لازم أنه يكون كل يوم بيقرأ كراءة مستمرة إما أنه يكون في وقت واحد وإما أنه يوزع التلاوة دي على مدار اليوم المهم أنه كل يوم يقرأ جزئين من المصحف الشريف في صلاة وغير صلاة وحبثة طبعا لو كان في صلاة وليكن مثلا في قيام الليل أو كده فبها ونعمة ما شاء الله لقواته إلا بالله حذران أو ترتيل خلال عشرين دقيقة للجزء الواحد احنا عندنا الجزء عبارة عن عشرين صفحة الصفحة عبارة عن بتاخد وقت دقيقة لما أنا أكون بقرأ كراءة مرتلة كده بالحذر يعني مثلا مثال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كده الصفحة تاخد مني دقيقة واحدة يبقى الجزء ياخد مني عشرين دقيقة يبقى أنا مطلوب مني للكراءة المستمرة دي كل يوم إن أنا أربعين دقيقة تكون للتلاوة المستمر المصحف ويكون الخيط بتاع المصحف كده كل يوم أضع الخيط على النهاية الورد اللي أنا بقرأه من المصحف بطريقة مستمر طيب الاستماع المنهجي وده مهم جدا جدا ده بيخليك بفضل الله تبارك وتعالى ممكن إنك أنت تتعلم الكراءة بطريقة عملية بالتلاك المباشر من القارق وحب ذا لو كنت بتسمع مثلا للشيخ المنشاوي أو الشيخ الحصري أو الشيخ البن يعني المشيخ المصريين على الخصوص يبقى كل يوم بسمع حزب من المصحف من المصحف المرتل المسموع المصحف المرتل المسموع بشوف كده القارق بيرتل إزاي وبتعلم طريقة الترتيل بتاعته بطريقة سهلة ومبسطة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى طيب الحصن الثاني وهو كذلك من أساسيات البناء التحضير بقى إيه هو التحضير؟ عبارة عن ثلاث حاجات فيه تحضير أسبوعي وتحضير ليلي وتحضير وتحضير إيه قبل يطرقة الحصول الخمسة يعني هي جديدة شوية ومحتاجة وقت وجوت فلكن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه إن هو يطبق إن شاء الله يعني يفوز يعني بفضل الله تبارك وتعالى بسعادة الضرين في الدنيا والآخرة بإتقان القرآن الكريم يبقى التحضير الأسبوعي إنك إنت بتقرأ الصفحات التي ستحفظها الأسبوع التالي يوميا خلال الأسبوع الحال مثال مثلا أنا عندي مثلا حلقة القرآن بتاعتي بحفظ مثلا كل يوم وليكن مثلا من السابت الخميس وأنا دايما بقول من الأفضل يكون عندنا الخميس والجمعة عجاز خليك مثلا هتحفظ خمس أيام في الأسبوع بخمس صفحات من المصحف الشريف فيه الخمس صفحات اللي انت لسه تحفظهم من الأسبوع الجاي وانت بتحفظ في مكرر الأسبوع بتاعك الآن بتقرأ معاك الخمس صفحات دولة كل يوم يوميا لحد نهاية الأسبوع الخمس صفحات دولة اللي انت لسه تبدأ تحفظ فيهم في الأسبوع التالي وهكذا كل أسبوع على هذا الحال طيب التحضير بقى الليلي أنا الآن علي صفحة المفروض الصفحة دي تحفظها وهسمعها بكرة يبقى أنا أعمل عندي استماع خمستاشر دقيق أول ما أحفظ خالص الأول أشغل المصحف المرتل مثلا للصفحة دي وأسمعها لمدة دقيق خمستاشر دقيق وبعدين أقرأها لمدة خمستاشر دقيق بعد ما اسمعتها الأول يبقى كده نصف ساعة وبعدين التحضير القابلي بقى تحضير القابلي يعني خلاص أنا في حلقة القرآن وهسمع خلاص يبقى برضو بقرأ خمستاشر دقيقة قبل ما أبدأ أحفظ في الصفحة دي بعد ما بقرأ خمستاشر دقيقة أبدأ بقى أن أنا أحفظ مثلا بالحفظة السلسلة مثلا آية وبعدين آية وبعدين ربط الأيتين ببعض إلى هناك الصفحة وهكذا لكن أنا أظن بفضل الله تبرك وتعالى لو في حد طبق الموضوع ده أنه عنده كراءة مستمرة استماع منهجة عنده تحضير اسبوعي الليلي قبلي يعني التخيل هو قرأ الصفحة دي ده إيه هو قرأ الصفحة دي في الليل في الليل اللي فات قرأها نصف ساعة أو سماعها خمستاشر دقيقة بعدين قرأها خمستاشر دقيقة يبقى كده عندنا نصف ساعة وبعدين التحضير القبلي كمان خمستاشر دقيقة يبقى كده دقيقة ساعة إلا ربعة يعني أظن بعد ده كله هكون حفظتها بأمر الله تبرك وتعالى لكن لو فرضنا أنت محفظتهاش تحفظها بقى بالحفظ التسلسلي تجدها أسهل ما يكون وتكون كالفتحة تماما بفضل الله تبرك وتعالى يبقى كده دي أول حاجة عندنا أساسيات البناء طيب رقم اتنين البناء نفسه وده بيدخل فيه الحصن الثالث وهو الحفظ الجديد يبقى أنا هاحفظ الصفحة خلال خمستاشر دقيقة لا أقل ويفضل أن يكون من طبعة وحدة ما غيرش الطبعة بتاعتي وأنا بفضل دايما للطلاب عندنا بنقول لهم احفظ من مصحف المدينة لأنه بيبدأ بآية وينتهي بآية ويسمى بمصحف الحفاظ إيه مصحف المدينة ده هو بفضل الله تبارك وتعالى مشهور في جميع بلاد المسلمين الآن لله تبارك وتعالى الفضل ومنه وجاز الله تبارك وتعالى خيرا القائمين علي يبقى أنا عندي طبعة واحدة مصحف واحد ما بغيروش مش كل يوم أجيب مصحف مختلف عن الآخر لا لأننا باخد صورة كده ضوئية للصفحة دي وبتكون موجودة عندي في الزكرة ما غيرهاش أبدا لو أنا قفلت المصحف فتحت المصحف أنا عارف الكلمة اللي أنا وقفت عنده دي هلاقيه فين في نصف الصفحة في آخر الصفحة وكذا طب غيرت الطبعة هلاقي نفسي هيحصل عندي زي شيء يعني عدم عدم التركيز طيب يبقى بحفظ الصفحة خلال 15 دقيقة لا أقل من طبعة واحدة مع إشباع التكرار والتركيز والجهر والترتيل والتسميع الدائم للغير والإخلاص والصبر والصبر ده أهم حاجة هو ربنا سبحانه وتعالى لو أعانك واجعلك من الصبرين ستوفق إن شاء الله تبارك وتعالى طيب رقم ثلاثة حراسة البناء أنا كده خلاص تم البناء ولله الحمد والمن وأنا خلاص كده حفظت الصفحة طيب ما هو صفحة في صفحة في صفحة هي تكون عندي مجموعة من الصفحات ممكن أوصل لجزء جزء ثلاثة ويزيد معي الحفظ بعد كده أنا بقى محتاج أن أحفظ على البناء اللي أنا عملته ده والتعب اللي أنا تعبته ده يبقى لازم بقى حراسة البناء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعهد القرآن فإنه أشد تفلوتا من الإبل في عقلها يبقى حراسة البناء ده لواء المعاهدة معاهدة القرآن عندنا يدخل في حراسة البناء الحسن الرابع والحسن الخامس الحسن الرابع عبارة عن مراجعة القريب يعني لنا لسه حفظه الآن آخر عشرين صفحة تم حفظها وذلك يوميا غيبا وليس من المصحف حدرا وليس ترتيلا أو تحقيق يبقى أنا آخر صفحة أعد كده بالعكس كده إيه واشوف آخر عشرين صفحة أنا خلصتهم في الحفظ كل يوم أقرأ العشرين دولات كل يوم كل يوم طيب وهكذا أبدأ بقى كل يوم أنا أقص صفحة من اللي زادت معاي المهم يبقى عندي ثابت عشرين صفحة كل يوم بكرها من الماضي اللي إيه القريب اللي أنا آخر حاجة حفظتها الحصن الخامس وهو مراجعة البعيد إيه مراجعة البعيد الصفحات التي تصبك صفحات مراجعة القريب وتكون مقسمة بواقع أربعين صفحة في اليوم أربعين صفحة ده يعني بمعدل جزئين يعني نقولنا قبل كده أن الجزء عشرين صفح يعني بمعدل جزئين ده مراجعة البعيد وتكون تدريجيا ولها أنظمة متعددة موجودة إيه في الكتاب هذا الكتاب من تأليف الدكتور سعيد أبو العلاء حمزة حفظه الله تبارك وتعالى وجزاه الله تبارك وتعالى خيرا طيب ممكن واحد يسألني دلوقتي يقول لي يا شيخ مش أنت عامل طريقة الحفظ التربوي ينفع أننا أعمل دمج ما بين طريقة الحصول الخمسة وطريقة الحفظ التربوي أو اللي أنا سمتها الأصول العشرة ممكن طبعا مفيش مشاكل لأن طريقة الحفظ التربوي يعني مختلفة تماما عن هذا الطريق هذه الطريقة تهتم بالبناء طريقة الحفظ التربوي أو الأصول العشرة تهتم بالبناء وتهتم بالمعنى يعني بنية الكلمة ومعنى الكلمة وهي مجموعة في بيتين من الشعر لمن حضر الدورات معنا وهي أطل استمع وجودا واستظهر ولا تفهما ولتوسي ولا تتدبر واتبعه ولا تعلم ولا تدعو له حق مبان ومعان مجمل لما فيش أي تعارض أبدا ممكن إننا أطل استمع وجودا واستظهر واستظهر الركن اللي هو أو الأصل اللي هو الاستظهار ممكن نضع مكانه طريقة الحصون وفابها ونعمة إن شاء الله تبارك وتعالى ما فيش أي مشاكل أبدا ولا في أي تعارض وجزاكم الله خيرا وتقبل الله عنز وجل مننا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر